قامت طائرات النظام في مدينة السراقب كرامي عبر مروحياتها رضائح من المواد الكيموية حيث هطلت طوف مدينة السراقب في يوم الاسنين 29 أربعة على كثير من العائلات في مدينة السراقب تحمل مواد كيموية نزلت على شكل مضلة فانفجرت في أحد البيوت في أحد الحرار فأدت إلى إصابة لا يقل عن عشرين حالة الآن تم نقل بعضها إلى الحدود التركية ونعاني الآن في مشكلة في إدخالهم إلى التركية يرفضون استقبالها الآن عندنا بعض الحالات هذه نموذج أو عينة المريضة مريم الأحمد بنت أحمد من مدينة السراقب العمر حوالي خمسين عام ومعنا أخب ثانية تكون اسمها ألاء وعدونة بنت نهاب وحالات كثيرة منها محمد الأحمد بن إبراهيم ابن الأخ مريم وزوج آله رعدوني وحالات كثيرة تركناها في مشفى السراقب لا نستطيع علاجها لا يوجد أي علاج عندنا مجرد أكسجين وأدية بسيطة لا تساعد على شيء نرجو نرجو من العالم كافة من الأخوة المسلمين في العالم إنقاذنا نحن الشعب السوري يباد استخدمون المواد الكيموية يا عرب بأسلام الشعب السوري يباد حتى في المواد الكيموية وأنتم تنزون والله ستسألون أمام الله أخوانكم في سوريا يبادون في المواد الكيموية والله والله وأنا شاهد وأنا أسعبت بعضهم والكثير من الأخوة الآن مصابين في المشافي ننظر إليهم لا نعرف ماذا نفعل حسبنا الله ونعم الوكيل كل من يعرف وكل من يعلم ويقصر معنا نحن أخوانكم في سوريا أرجوكم هؤلاء نساءنا وأطفالنا تباد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة